السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة في الحلقة دي حنتكلم عن ما قبل مواجهة المريخ الزمالك في تاني جولات المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا مواجهة مهمة جدا جدا بالنسبة للفريقين حنتكلم عنها مؤكد بالتفصيل عن جاهزية المريخ كيف حيكون مستوى في هذه المواجهة حنتكلم كمان عن الخصم الخاص بالمريخ وهو الزمالك المصري وحنتكلم عنه التفاصيل كثيرة جدا تخص هذا الفريق وكيف المريخ حيحقق الفوز في هذه المواجهة خلونا نقول حاجة نبدأ بفريق المريخ والمواجهة اللي كانت قبل كده وحنتكلم بعد شوية برضو عن ملعب شهداء بنينة وكيف المواجهات حتكون بعد كده بالنسبة للمريخ نحن عارفين أن مواجهة الترجي كانت بالنسبة للمريخ بمثابة أنك خلاص أخذت النقطة أنت خلاص على وشك أنك تطلع من ملعب الترجي بنقطة حتكون لك افتتاحية لمواجهة دوري أبطال أفريقي مرحلة المجموعات واحدة من أهم الركائز اللي حتسترج على بشكل كبير في المواجهات اللي بعد كده لأنه جماعة من الطبيعي لما تعرف أنه عدت عندك مواجهتين في ملعبك حيكونوا قدام الزمالك وشباب بنزداد مؤكد نحن نتكلم عن نقطة قدام الترجي كانت حتفرق كثير جدا مع المريخ لكن شنو اللي ممكن نستفيد منه بمواجهة الترجي مع المريخ أو شنو اللي بيستفيد منه المريخ في مواجهته مع الترجي مؤكد حيستفيد من الكتير كتير من الحاجات حيستفيد من المريخ في أنه طلع بمستوى كان متميز طلع بثيقك في إمكان تحقق معه أو يحقق منها الكتير في المواجهات القادمة طلع أعتقد أنه برضو المدرب بأفكار تكون كويسة جدا جدا اللعيبة وثقت في إنها ممكن جدا في المجموعات تأدي بأداء يكون متميز جدا لأنه نحن شفنا جماعة تركيز شفنا شراثة شفنا شراثة شفنا قتالية شفنا مستوى متميز شفنا رغبة شفنا تركيز كان كبير جدا في كل المبارمة عدا اللحظة اللي سجل فيها الأهدف ونحن عارفين أنه كورة القدم مبنية دايما على أخطاء والأخطاء دايما بتكون في اللحظة فبالتالي غلطة الشاطر ممكن بألف ومليون وبنتكلم عن إنه التركيز ما بكون دايما في تسعين دقيقة مؤكد لازم الحكم يصفر عشان تركيزك إنت تفقده سوكالي محمد المصطفى وحتى الرقابة اللي مفروض تكون موجودة من خط الدفاع فعشان كده المريخ فعلا في المواجهة الأمام الترجي قدم مستوى متميز جدا وممكن خطأ واحد كلف المريخ إنه يخسر التلاتة نقاط فبالتالي عطفا على الشي اللي تشوفته في مرضى الترجي فبالتالي المواجهة اللي حتكون في ملعب شهداء بنيل اللي هو ملعب البريخ مؤكد لو إنت لعبت بين نفس التركيز مع الفعالية المفروض تكون على مستوى خط الهجوم والتركيز وحتى بناء اللعب اللي مفروض يكون مميز والتحولات اللي إنت محتاجها في الشيق الهجوم وبالذات خط الوسط في التمويل المهم والسرعات اللي إنت مفروض تلقاها على مستوى خط الهجوم معناها من الطبيعي أنك تتحقق نتيجة إيجابية أمان فريق مؤكد في الفترة الأخيرة ما في واحد ما بعرف عن الزمالك إنه هو في أسوأ مستوياته من سنتين يعني لغاية ما السنة الجديدة جاته وكان بالفرق الماشى بشكل طيب حتى بيزعم على مستوى صدارة الدوري المصري لكن شفناه في الفترة الأخيرة من عشرة مباريات على مستوى الدوري والكاس المصري وحتى مباريات اللي هي الخاصة بمطولة دوري أبطال إفريقيا مع شباب بنوزداد هو بيخسر في يعني بيكسب مواجهتين من عشر مواجهات فبالتالي بنتكلم عن مستوى بالنسبة للزمالك قدام المريخ إنت في إمكانك تقول إنه في المتناول لكن خلونا نتكلم برضو بكل صراحة بالنسبة لدائما الأندي المصري سواء كان الأهلي أو سواء كان الزمالك ممكن تجيك بكامل طاقته ممكن تجيك بكامل يعني جاهزيته وحتى المستوى الفني المرتفع جدا يكونوا أبطال يكونوا أي حاجة وإنت تكسبهم بالاثنين وبالثلاثة إذا كان أنت كنت مركز وحافظ وعارف أنت بتعمل في شباب كفريق متماسك عشان كده أفضل حاجة إنت ممكن تبني عليها أنه فريقك يقدم الأداء الأفضل حتى يكسب المواجهة أمام الزمالك ما تستند وتعشم كثير في مستوى الزمالك الممكن يكون سيء لأنه مستوى السيء ما كان مع أندية سودانية زي الأهل الخرطوم والأمل عضبرة وكمان حتى اللي هو توتي هو كان مستوىه مع أندية تانية ممكن تكون مركزة بشكل أفضل ويمكن حتى متطورة بشكل كبير عن الكرة القدمة السودانية فبالتالي المستوى أو الحاجة اللي أنت بتستند عليها مفروض تكون مستواك أنت أنت وصلت بوين بعد مباراة الترجي شون الأخطاء اللي كانت موجودة في مباراة الترجي في الشقة الهجومي في التركيز الدفاعي حرصة المربع اللي مفروض تكون دائما صاحية في التسعين في الستة وتسعين سبعة وتسعين دقيقة خطة الوسطة اللي مفروض يكون في فعالية أكثر من كده التحولات الهجومية اللي أنت كنت محتاجية خطة الهجومة اللي مفروض يكون شوي أسرع من كده الحاجات دي انت جودت منها لقيت البديل اللي ممكن تلعب ليه عملت شغل تاكتيكي قريت الزمالك بشكل متميز في النواقص بتاعته قريت الزمالك بشكل متميز في الإيجابيات اللي عنده قريت الزمالك بشكل متميز في إنه كفريق حيجي تكون ليه دي المباراة بتاعت العودة بالنسبة لبطول الإفريقية لأنه بتكلم المدرب فريرة إنه نحن كل الفرق حتلعب في إفريقيا ستة مواجهات عشان تتأهل للدور اللي بعد كده ما عدا الزمالك حيلعب خمسة مواجهات وأنا كلمت لعبتي بالجزئية دي قلت لو أنتم من ستة أو حتى من خمسة مواجهات لازم تتأهلوا من هذه المجموعة كذلك الحال في المريخ المواجهة الأولى إنت ممكن تستفيد منها بشكل كبير وجماعة زي ما قلت المريخ عفواً الزمالك في المواجهة الأولى أمام شباب بلوزاد ما كان الطرف الأسوأ في المواجهة يعني شباب بلوزاد لقد ركلت جزاء واتسجلت هدف الزمالك ما كان عنده فعالية هجومية لكن كطرف كان الأفضل حتى من شباب بلوزاد في المواجهة فبالتالي لما انتجي تبني على شوية مباريات كانت للزمالك مستوى السيء عدم صدارة على مستوى الدوري مركز سادس أو حتى خامس على مستوى الدوري المصري فهي حاجات تعتقدوني تحت الصدم بواقع بداية المواجهة لكن لو إنت كفريق كنت مركز بشكل متميز أشي اللي خدت من مواجهة الترجي فإنك تدفع كويس جدا صحيانا كويس تشكيلك اللي انتبهوه كان كويس النواقع السليكات موجودة تحولات خط وسط على مستوى الهجومي تقدر ترسك الكورة بشكل متميز تقدر تعمل بلوك بشكل متميز وكان متأخر أو حتى متقدم تقدر تعمل الفعالية على مستوى الأجنحة بشكل متميز الأخطاء اللي موجودة على مستوى خط الدفاع في الجانب الأيسر وكمان حتى في أنه يكون في فعالية هجومية أكتر في الجانب الأيمن يستفيد من سلفة بشكل متميز تشوف بديل لباولو في أنه يكون موجود كأساس الجزولي أو حتى رمضان عجب أو حتى أي مهاجم تاني حتى من لعبة خط الوسط في كيف يكون مساندة أو حتى مساهم من لعبة خط الوسط في الشقة الهجومي ففي تفاصيل كثيرة جدا وإيجابيات أنت المسؤول عنها وأنت الحتحسين وأنت الحتجودة فحتجي تلقى نفسك قدام الزمالك حتلعب بمستوى متميز جدا لكن له تراخيت بنفس المستوى أو حتى استنتع المستوى اللي تقدمت أو أم الترجي من غير ما يكون في تكمل النواقص أو حتى تعديل المستوى أو حتى تغيير الخطة أو حتى تغيير الخطة بما يتناسب مع فريق زي الزمالك فريق أعتقد أنه حتى الزمالك يا جماعة مستوى ممكن يكون أفضل ما يترجي بمليون مرة وده اللي أنتو ستشوفوه في مباراته اللي هي ستكون في ملعب شهداء بنين عشان كده المريخ من أهم الحاجات اللي أنت بدعايا لها طالما ما طلعت بنقطة في المواجهة هلقول أمام الترجي أنت حتيجي تلعب بمواجهة اللي بعدها حيحمسك بشكل كبير أنك لازم تكسب المواجهة دي لأنه أنت بعدها مباشرة حتلعب أمام شباب بالوزداد وين في ملعبك في ملعب شهداء بنينة وسط جمهورك اللي الملعب مفتوح لـ 12 ألف متفرج بسعة الكاملة لجمهور المريخ فبالتالي المريخ وإدارة المريخ ولعبة المريخ أعتقد أنهم وصلتهم المعلومة وهم مركزين في أن المواجهة دي حيكون لها ما بعدها كسبت ثلاثة نقاط فهي مواجهة وافتتاحية ستة نقاط بالنسبة للمريخ على أرضه وإحنا قبيلت تفقنا أنه دائما أندية إفريقيا أو بطولة إفريقيا دائما بتستند على ستة أو حتى تلاتة مواجهات التسعة نقاط على أرضك بعدها تحاول تجيب نقطة من بره والمريخ قريب جدا أمام الترجي أنه يجيب نقطة فبالتالي مواجهة الزمالك هي مواجهة افتتاحية أولى بالنسبة لك كنت عندك خمسة مواجهات لازم تتأهل من خلالهم الأهم من أن تكسب أولى ثلاثة نقاط بالنسبة لك أمام الزمالك وما صعب لو أنت كنت مركز بنفس الطريق اللي أنت لعبت بها تعرف إمكانياتك أنت قدر شنو تعرف الخصوم اللي بلعبوا قدر شنو يكون تركيزك أعلى يكون تحولاتك على مستوى حط الوسط وكمان حتى الشراسة اللي مفروض تكون في الهجوم وكمان حتى السرعة في نقل الكورة بشكل متميز والاستفادة من كل ربع فرصة يكون بالنسبة لك فإنت دي واحدة من الحياة المهمة جدا تعرف أنت إمكانياتك قدر شنو كمان حتى إمكانيات الخصوم بيكونوا قدر شنو الحاجة الثانية المهمة بعد ما تكسب الزمالك وتحقيق قدامه نتيجة هي ثلاثة نقاط ولا شي غير لأنك إنت لو خسرت أو تعدلت على أرضك مؤكد إنها حتكون واحدة من الحاجات التي ستضعفك لقدام فينك تقدم في البطولة من خلال هذه المجموعة بعد ذلك ستجي عليك مباراة شباب بلوزداد ستلعب في ملعب شهداء بيننا مباراة شباب بلوزداد حتى بعد ذلك تنتقل للجزائر ستلعب المواجهة الثانية أمام شباب بلوزداد فبالتالي تخيل معي في حال حققت 6 نقاط أمام الزمالك شباب بلوزداد تأكد تماما حتلعب نفسي مباراة الترجي أمام شباب بلوزداد هناك في الجزائر وحتقدم مستوى يكون متميز جدا قدام شباب بلوزداد لكن هي مباراة الزمالك حتكون مباراة مفتاحية بالنسبة للمريخ لأنها هي المواجهة اللي انت محتاج تحقق فيها ثلاثة لقاط ولا شي غير ذلك المريخ يا جماعة مؤكد إنه في مواجهته القادمة حيستعيد بعض اللاعبين ومؤكد عنده عدد من اللاعبين رجعوا لأنهم يكونوا موجودين في القائمة أو حتى يكونوا موجودين في القوامة الأساسية بالنسبة للفريق لكن في ناس كثيرة بتكلم عن أنه الفريق ممكن جدا حالياً إلعب بتشكيل يكون مثلاً محمد المصطفى في حراسة المرمى بنتكلم عن مصطفى كرشوم حمزة داود يكونوا كقلبي دفاع الفريق ممكن أو حتى المدرب يستغنى عن أنه إلعب بالثلاثة الموجودين على مستوى خط الدفاع وده واحدة من الحاجات الممكن تربك الفريق بشكل كبير ما بين أنك تلعب مواجهات تحضيرية بالثلاثة والأربعة تجي المواجهة الأولى تلعب بالثلاثة تجي تقول لا أنا حالعب قدام الزمالك بالأربعة عشان نعمل شغل هجومي في أن يكون أربعة ثلاثة ثلاثة فأعتقد أنها تعمل تشويش بشكل كبير بالنسبة لفريق المريخ أعتقد أنه تعود في آخر مواجهتين أو حتى ثلاثة مواجهات ودية اثنين وديات ووحدة رسمية على مستوى البطول الإفريقية يلعب ثلاثة على مستوى الظهر فبالتالي الحاجة دي ممكن تسهل فينه الفريق يجود أكتر وأكتر لأنه التفوق الشوفنا للمريخ في مواجهة التراجع جمعة كانت تفوق دفاعي بحث ما في شي هجومي ما في شعلة مستوى خط الوسط ما في فعالية ما في كورة خدم ممكن نشوف على المريخ من خط الوسط وكبان حتى الهيوم لأنت شفت صلابة دفاعية كانت مميزة جدا 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 والبلوك كان معمول بشكل احترافي فبالتالي أنا أجود على يدفي أنه أغير التشكيل لأنه يكونوا اثنين موجودين عشان أركن سلفا ما استفيد منه هجوميا ولا حتى مازيب محمدين أو حتى تاو أو حتى اللاعب بيبو الزمالك بشكل متميز في أنه غير التشكيل عشان الزمالك والترجي ووضعيته مختلفة فينك تلعب بالثلاثة خمسة أو بالثلاثة أربعة ثلاثة ولا أنت قدام الزمالك مفروض تواصل بين نفس الفهم عشان تحاول بقدر اللي كانت تنصل على نفسك وضعية تكون أفضل تستفيد من اللعيبة الموجودين وتستفيد من السرعات الموجودة بعد ذاك مازيب محمدين أليك سلفا اللي حيكونوا اتنين كظهيري جنب بعد ذاك عندنا تاج عقوب رافايل سيرجو رافايل حيرجع على مستوى خط الوسط بعد ذاك عندنا السمان الصاوي ماتيوس وبراين وبراين إيدنسون وكمان باولو التشكيل ده بالمستوى ده ما أعتقد أنه يكون موجود لأنه من الصعب الاستغناء عن واحد زر رمضان عجب وكمان حتى دخوله جزيل نوح وسرعات الممكن يقدمه لأنه من الصعب تلعب بما تزينه وكمان حتى السمان الصاوي وكمان حتى براين إيدنسون ثلاثة من اللاعبين ما عندهم علاقة بالدور الدفاع على مستوى خط الوسط عشان كده ممكن نشوف التكت ممكن نشوف اللاعب عمار طيفور وممكن جدا نشوف الجزيل نوح وكمان حتى رمضان عجب أنا ما أنا بالنسبة لي للتشكيل دايما هي ما هو التشكيل اللي يمكن دايما بتتكلم عن أنه مثلا التشكيل فلاني هو الحجيب النتيجة تأكد تماما المسؤولية هي موجودة على لعبة المريخ كلهم ومؤكدون التشكيل الأفضل بالنسبة للجهاز الفني مفروض تتعامل ويتقاس ويترسم على مستوى الزمالك وحتى مردود الزمالك في المش في المواجهات الأخيرة لا في الأفكار اللي موجودة عند الزمالك وكمان حتى في غريتك لخصم ويمكن ريكاردو جماعة عنده مباريات ممكن تكون كويسة أو حتى تاريخ كويس مع الزمالك ممكن موجودة في خمسة مواجهات عنده أربع مرات فوز وكمان حتى تعادلين فبالتالي ممكن يكون ما خسر منهم أو حتى ما حقق الزمالك ما حقق نتائج إيجابية على ريكاردو سوى كان مع الهلال أو حتى مع الإسماعيلي ممكن تكون حاجة برضو إيجابية بالنسبة لي وكحافظ أنه يقدم بردود أفضل لكن البتمنه أن المريخ يواصل عن نفس النهج اللي عبيه قبل كده في مباراة ترجي بنفس الأسلوب ثلاثة أربعة ثلاثة ثلاثة خمسة اثنين في نهاية ما يستغنى عن مصطفى كرشوم وأيضا حمزة داود وكمان حتى بنتكلم عن صلاح نمر الثلاثة يكونوا موجودين مع محمد المصطفى يحاول يصحوا شوية بعدها أو حتى مازم محمدين بيبو تاو أي واحد يكون موجود على مستوى الظهيري أو حتى الجم ممكن جدا أنت تستخدم أي واحد ويقدم بردود يكون أفضل بعدك تشوف تعمل حل حل المشاكل الموجود على مستوى خطة الوسط في أنك كيف تنقل الكرة بشكل أسرع تستفيد من واحد زي ما تزينه في التزديدات في الرقنيات في الضربات السابتة في صناعة اللعب بشكل عام تحاول تستفيد وتحاول تعمل إحلال ويبدال على مستوى خطة المقدمة باولو يكون موجود على الدكة يخش في آخر الدقائق حتى تشوف أنت تشوف ملمح وشنف كرة القدر في أنه هلوهيدر متميز لأن السرعات ضاعة تماما التفاهم مع براين ايدلسون ضاعة تماما حتى اختلافات ما بينهم كانت على مستوى الضربات الثابتة اللي كانت موجودة فبالتالي شوية تفاصيل محتاجة المدرب شوية صحيحان في مواجهة الزمال يكون تأكد أن المريخ حيقدم نتيجة ويقدم جيم يكون كويس جدا جدا ونحن ما بيصدد يعني دايما نقول أنه تقدم هذا يكون أفضل لا نحن بيصدد أن نعرف نتيجة المريخ تكون كم أول ثلاثة نقاط بالنسبة للمريخ في هذه المجموعة الزمان يكون في المركز الأخير المريخ كمان حتى يرتقي ويكون من الفرق اللي موجودة على مستوى هذه المجموعة وكمان حتى في سلم الترتيب ويستقبل شباب بالوزداد منك أنك تقدم في البطولة وتحقق مركز أفضل أو مركز أول أو حتى تاني تتقدم في البطولة بشكل متميز المريخ بيحمل آمال الجماهير السودانية في مواجهة الزمالك غدا بإذن الله في مواجهة مهمة جدا جدا تالي مواجهات الفريق في مجموعات دوري أبطال إفريقيا توقعاتي وتمنياتي وكل شيء بيقول أن المريخ بإذن الله يحقق الفوز على الزمالك وتأكد أن مواجهة المريخ ممكن جدا يسهل على نفسه بشكل كبير إذا كان يعرف إمكانياته ويحترم الخصم بشكل متميز ما تحاول تعتمد على ترنح الزمالك ومستوى السيء في الفترة الأخيرة لا الزمالك حيجيك بوضعية مختلفة تماما حتى لو عنده لعيبة عنده مشكلة تقيد عنده غيره عنده غيره في النهاية حيجيك بمستوى يكون مختلف تماما تأكد تماما أنت لسه ما في وضعية ولا جاهزية ولا انسجام يحسسك أنك هتكون الأفضل في المجبوعة حتى لو قدمت قدام الترجم مستوى متميز أو مستوى كويس في النهاية الخطأ كان موجود فبالتالي أنت محتاج تجدد الثقة في نفسك وتحاول بقدر الإمكان في مواجهة تحقق فيها أول ثلاثة نقاط تأكد تماما الثلاثة نقاط ستكون خير معين بالنسبة لك في مباراة شباب بلوزداد في أنك تكون عندك ستة نقاط وإنت ماشي لجزائر في المواجهة اللي حتكون التالتة وفي إمكانك تحقق نتيجة جابية منها بعد ذلك تستقبل الترجي في ملعبك وممكن جدا تحسم تأهلك من بدري تعمل أول عشر نقاط في المجموعة ده اللي حنشوفه وصراحة ده اللي لنا بتمنناه بإذن الله تعالى نشوف المريخ يفرعنا في مباراة الغد أمام الزمالك وبإذن الله تعالى أي حداشر لاعب من المريخ أي واحد بخش بديل هيقدم المردود الأفضل بالنسبة له ويشرف كل سوداني في هذه المواجهة ويفرح كمان جبهور المريخ بشكل أخص بشكل عام بشكركم دائما لحسن المتابعة إن شاء الله دائما تأمين والأمين